نحكي على المداخل المتاعك الأخيرة اللي تكلمت فيها ووجهت فيها كلمك مباشرة لرئيس مجلس النواب واعتبرت أنه البرلمان ورئاسة البرلمان ملزمة باحترام النظام الداخلي فيما يخص أزمة المهاجرين في السفاقس وكأنك مشراذي هكا 100% على النقطة هذه فيما يخص النظام الداخلي دافرك شوفنا شوية حدة في الهجم تياك لا الحقيقة كان فما وعي كامل من مجلس نواب الشعب من البرلمانيين الكل أنه لازمنا نحكيه في الموضوع هذا لأنه الشغل الشاغل متاع التوانسة للمدة هذه والبرلمان هو نبض التوانسة الكل لأنه نمثل توانسة هو المداخل المتاعي كانت في نقطة حث رئيس البرلمان أنه يطبق النظام الداخلي لأنه بالنسبة لجدول أعمال الجلسة ينجم نجم نغيره في أول في أول جلسة بطلب من 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 الكتل ولكن هو ما حسنا أنه ما تبقش شي هذا الورقة كانت موجودة قدامه وهو ما حطش الموسيون هذي للمجلس للتصويت لتغيير جدل الأعمال أنه مش نحط النقطة هذه إما قبل لقاءنا نقاش حوار معنا القانون وكالة الدواء مع صيد وزير الصحة أو بعده المشكلة أنه تحل النقاش لكله في نقاط نظام دقيقتين دقيقتين لكل نيب وحسنا أنه هذا نقاش مشوه أنه النقطة هذه متاع المهاجرين والأزمة اللي في سفيقس ونهارتها متسجروا قبلها بنهار ونهارين فما معناها مواطن معناها توفى وكل شيء كانت فما شوية كان فما معناها شوية حماس يمكن زيد في المجلس فكان من المفروض أنه النقطة هذه تكون نقطة كاملة وواضحة معناها في نهارتها معناها مش أنه يتحكي في الموضوع عن طريق نقاط نظام متتابعة نرجع للأزمة في سفيقس ونحكيه شوية على الأزمة في سفيقس الأزمة تو عندها أسابيع وحكينا عليها من أشهر والأزمة بديت فعليا وسط صمت معنتها الجميع عندها تو سنوات التدفقات والوافدين اللي قاعدين يدخلوا لبلادنا تو الأزمة احتدت وقت اللي وليت معتها توصل إلى معتها عمليات كر وفر حرائق منوشات فما حاجات مش بها قاعدة تصير معتها في سفيقس بين المواطنين والمهاجرين شفنا زيدا حاجات ماهيش إنسانية برشا تصور وإلا ممارسات وشفنا العكسرة وشفنا زيدا ممارسات إنسانية شفنا ناس تعطيف الماء والماكلة وشفنا الوضع هذي عليش وصلنا له وكيفاش تنجم انتوما كمؤسسة تشريعية تنجموا تدخلوا في الموضوع شنو الدول تنجموا تلعبوا وصلنا للحالة هذي هي تفرضت علينا أحنا كتونس لأنه اليوم تونس هي بلد عبور الأوضاع الاقتصادية اللي موجودة في بلدان الساحة الأفريقية وجنوب الصحراء تخلي أنه كيمة تقريبا الأوضاع زيدا موجودة في تونس يعني اليوم الحرق أو اجتياز الحدود موجود عنده عشرات سنين في تونس لكن نعرفوا إلي شيء هذا محتد في السنوات الأخيرة نظرا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية اللي قاعدين نعيشوا فيها وأنه شباب ما هوش قاعد يشوف في مستقبله في بلاده التدفقات هذه اللي قاعدة جينا من سنوات احتدت في السنوات الأخيرة أو في الأشهر الأخيرة ظاهر أنه من حدودنا الغربية الوجهة متاعهم هي سفيقس تعامل الدولة وأجهزتها مع الوضع هذا وتعامل التونسة أصلا مع التدفقات الكبيرة هذه لحقيقة لازم يكون فيه برشة حكمة برشة رسانة ولازم يكون فيها فيزيون من الدولة لأنه من نجموش لحقيقة نعالجوه بطريقة اعتباطية وإلا فقط عن طريق معناها التجييش أو لأنه هذه أمور لحقيقة حساسة الناس هذو من اللي جاينا حسب باعتقادينا الشخصية الناس معناها هاربة من وضعيات من حرب بوتيتر ولا من وضعيات اقتصادية واجتماعية أنه احنا كتونسة لازمنا لحقيقة نستقبلوهم نعتقد أنه تعاملوا معهم ما لازموش يكون بتشنج الناس هذي في الغالبية العظمى متاعها ما هي جاية مش تستقر عندك معناها في تونس هي جاية تحب تعدي معناها البحر الأغلبية يمكن يوصلوا هنا ما عندهمش فلوس فيحب يقعدوا مدة في تونس يخدموا باش يلقاوا معناها حق الحرقة معناها متاعهم أنتو كانت تعامل أكيد ما لازموش يكون كيما اللي صار والحقيقة تونس بلد معناها مضييف التوانسة ناس ما احنا محترمين ما ناش عنصريين والتعامل متاعنا لازم يكون أهم من هذا إذا كان فما جراء أو تجاوزات صارت الحقيقة لازم الأمن يقوم معناها بواجبو وما لازم نحطوا الناس كلها في شكرة واحدة لحقيقة لأنه هذوم الناس لازمنا نغيثوهم والهجرات هذه رأي عبر التاريخ نحن كنحن نشوفوا معناها التاريخ تونس أصلا معناها بلد هجرات فنتوقع أنه لازم التعامل يكون أحسن من اليوم هنا فمختلف القراءات فمش كون يقول لك الحل في الدبلوماسية فمش كون يقول لك أنه نتحركوا مع الجيرين نشوفوا المفاوضات مع الطرف الأوروبي نتحركوا حتى مع البلدين الأفريقية فمش كون يعتبر أنه اليسار هذية ماهوش صدفة وماهوش هجرة بسبب الوضع في بعض البلدين الصعيب والحروب فمش كون يقول لك هناك مؤامرة داخلية وخارجية تحاكد تونس أنا قراءتي تتفقتي مع القراءة هذه ولا لي ما نتفقش برشا معها نرى اللي تونس هي بلد بلد عبور فما دي سير كوي رأوا اليوم في البلدين هذي متى جنوب الصحراء فما نوع متى مافيات تعاون الناس هذوما بفلوس وشوية برشا من عرش أما باش يوصلوا معناها للتونس عبر البلدين يمكن المجاورلين لأنه احنا معناش حدود مباشرة مع بلدين جنوب الصحراء فأكيد أنه فما دي سير كوي معناها معاينين باش يوصلوا باش يوصلوا باش يوصلوا هالناس هذوما لتونس فأنه هذي أمور منظمة باش الناس هذوما يستقروا في تونس وإلا باش يغيروا التركيبة الديمغرافية لتونس وكلمة الجرون رون بلاسماو اللي نشوفو فيها عند عنصريين في فرنسا إيريك زمور ويكمباني لحقيقة احنا في تونس نتوقع انه لازمنا نترفع على الشي هذي الجرون رون بلاسماو مايصيرش ببضع مئات أو آلاف معناها جيينك وما عندو علاش هو بشي قد عندك الهنا في تونس وانتي اصلا كتونس يارك خارج منها بلدك معناها وهو كيف يجي بالستاتيستيك رو اللازمنا احنا سمعنا برشة ارقام سمعنا سبعمائة الف وثمانيمائة الف ومليون مهاجر لستاتيستيك ومتاع الدولة يقول لك الي رون في الاربعين الف فالحقيقة ما فميش دي استاتيستيك ليه فاما دي استاتيستيك فاما معنا فاما أرقام دي استيماسيون صغار فاما يقول لك ستين الف مثلا في سفيقس وما يعرفوش بالضبط البقية للولايات قدش وانتو كالراوي اذا حتى ميساج للتونس هذين متاعا يخطاونا واحنا بيدنا ماناش خالطين على الخبز وبش يقسموا معانا وبش يعملو لنا وما نعرف شنو راوا يردوا بيننا برشة الكلام اللي احنا قاعدين نقولوا فيه اليوم على يوم هما وقاعد يتقال على ولادنا في ايطاليا وتوينسا اللي في فرنسا وفي اسبانيا والناس المهاجرة فالحقيقة راهوا معناها نفس الشي كان احنا الفرنسيس يقولوا علينا الكلام هذا ولا طلين ولا يشوفوا في الناس كيفين راقدة في الشوارع ولا تحت المراشر وكل شي هذو كم راهم ولادنا اللي احنا اللي وجولهم على كرمتهم حتى في البلدين اللي هم موجودين معناها فيها وحتى كيف معناها كيف غادروا ودخلوا البلدين هذيك بطرق غير شرعية فالحقيقة من بيبي اول مدام احنا ولادنا غادي زي دا ما تنجمش الناس اللي جايدتك ملتجأة معناها عندك ومره اخرى انت يراك بلد عبور ماكش بلد معناها اقامة الحقيقة لازمنا راو لا معناها اصلنا وتربيتنا وتاريخنا معناها كتوانسة ما يسمح لناش انه معناها نشوفه تصاور ناس بالعصية وناس تجري وراها محجر وكل شي اذا كان فما قضايا اذا كان فما تجاوزات راو لازم الامن يتدخل ويحل معناها الاشكالية هذي معناها شفنا عبادتا وموجودة في الصحراء ونساها حبلة وصغيرات وكذا الحقيقة الشي هذا راو ما يليقش ببلادنا وطوال تاريخنا الحقيقة ما معناها كنا ديما بلد مضيف وفما ازمة مناش مش نقوله ما فاماش ازمة لكن طريقة التعامل متاعها ما تنجمش تكون بالطريقة هذي بالنسبة للتعاطي متاحاتها وحاليا من طرف السلطة كيفش تقيم او كيفش تقرأ الحقيقة اليوم احنا مستقبلين في تونس التعامل اليوم في السلطة فما نقاشات قاعدة سايرة مع الجانب الأوروبي عليش مع الجانب الأوروبي خطر فينا المان قلنا الي هما ما هومين جايين بيش يقيموا في تونس هما هذا بلد عبور وبالنسبة لانا احنا تكلفا تاع قاعدتهم اللي هنا ما لازم ناش نتحملوها وحدها لازم الجانب الأوروبي شمال المتوسط زيدي يتحمل معانا بارتي عنا ثقة في الدولة وفي 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 الانتفاقات اللي بيش تعملها معناها الدولة مع الجانب مع الجانب الأوروبي وان شاء الله لحقيقة نصلوا نصلوا للحل أكيد ما لازمش يكون فيه ترحيل المواطنين أو الأفارقة للبلاد اللي تخرج منها يمكن الزوائرق اللي هي التونس أكيد أن الحل هذا أنك ترجعهم التونس أكيد ما لازمش يكون حل في وسط معناها النقاشات أنك ترجع لي توانسة ممكن يعني أنهما توانسة معناها في النهاية ولو أنه الاتفاقات الدولية وكل شيء معناها تمنعك أنك أنت ترحلهم لكن أنك تحط في اتفاقك أنك ترجع الأفارقة اللي هم ما همش توانسة من معلي ولا ما انتشاهد أنك ترجعهم لي أنا لحني لتونس إن شاء الله ما يكونش هذا موجود في الاتفاق إن شاء الله نبقى ونستنعوا الأيامات الجاية وشنوه بشتكشف عليه وشنوه الفحوة متع الاتفاقات كيفيش بشتفاوض تونس وكيف كيف قاعدة تخدم على الدول الجوار كيفيش زدها بشتعامل وكيفيش مدى تفاعل ليبيا والجزائر في مساهمتهم في حل الأزمة رغم أنه برشي يقول لك لازم نعمل على رواحنا من الداخل به نرجع للبرلمان وكنت صرحت في السابق أنه لازم القيام بثورة تشريعية وانت مقرر لجنة التشريع العام شنوه الثورة التشريعية على شنوه بالضبط معنى شنوه أهم الملامح على الثورة التشريعية اللي في ذهنك أنت كنائب ظفر صغيري شنوه أتراب بالضبط شنوه اللي لازمه يتبدل شوف في تونس الأزمة اللي قاعدين نعيش فيها هي أزمة اللي لازمنا نوصفه معنى الحاجة الصحية هي أزمة اقتصادية وازمة اجتماعية وأزمة متعددة لبعاد وأزمة الحقيقة نعيش وليدة اليوم نحن تاوه اليوم قاعدين نعيش في نتيجة متاع على أقل عشر سنين بعد الثورة لكن زادة في عشرات سنين قبلها كيف نقوله أزمة أزمة ثورة تشريعية على خاطر البلاد تنجم تتغير بتغيير برشا قوانين لأنه اليوم إذا كان نحب البلاد تتحرك لازم اقتصاديا تتحرك لازم خلق مواطن شغل ولازم خلق الشركات ولازم معناها مناخ اقتصادي سليم المناخ الاقتصادي السليم هذا فما برشا قوانين مكبلة ومعطلة له اللي توا موجودة في تونس من نظام الرخص من نظام كرسية الشروط اللي هي رخص مقنعة في تونس من مناخ الاستثمار في تونس من مجلة الصرف من أنه اليوم البيانيسترسيون في تونس ما يتجاوزوش واحد والاثنين بالمئة فقط هما من البيانيسترسيون اللي قاعدين موجودين مازالنا بلاد متخلفة من أنه اليوم الزبستاكل متاع الادمينيسترسيون تونيزيون اللي موجودين البيروقراطية اللي موجودة هذو ملكلهم رام يتغيروا بقوانين بإرادة بينسور ونعتقد أن الإرادة موجودة اليوم في مجلس نواب الشعب وفهم برشا قوانين لازم تتغير مناجموا مثلا مناخ الاقتصادي والاجتماعي في تونس مؤثر عليه برشا مثلا قانون الشيكيت اللي احنا في كالجنة التشريعان مرغم لي مزال ما وصلناش مفهمناش لا مقترح قانون من نواب ولا معناها مشروع قانون جانا من الحكومة أو من الرئاسة لكننا بدينا نشتغلوا اليوم بدينا في الاستماعات ونوصلت بدينا في الاستماعات ونوصلت برشا مشاكل وبرشا تشكيات هو رو مش فقط لربعمية وحدش هو رو لازم كيف مش تمس مش تمس فقط لربعمية وحدش مش تمس عشرات الفصول معناها الموجودة فيه لكن أهمه لربعمية وحدش اللي فيه العقوبة السجنة وصلنا اللي احنا قاعدين نسمعه في نسكول شكونا من نسكول؟ بالطبيعة دونك اسمعنا وزارة المالية نقاط القضاة المحامين الليوتيكا دونك الباتروناء الكونيكت الباتروناء الأخرى وباش نقابلوا زيادة اللي الباتروناء الأخرى منظمات العرافة منظمات العراف والمنظمات العراف اللي تدليها أكثر بالشركات المتوسطة والصغيرة زيادة باش نزيلوا معناها نقابلوهم فما علماء اجتماع دونك عاتيني فكرة عامة على أهم تلنيقات المشتركة بين الأطراف اللي قابلتوها الكل بأن نسكولها متفقق لي فما مشكلة ديجا سيبيان باي معني أنه البنك المركز دا قاعدنا أنه فما مشكلة لازمنا نعالجوها هذا ديجا حاجة باي كيفيش مشتعالجوه فما وعي لكن طريقة الحل متاعه فما برش أفكار لطريقة لطريقة الحل أنه أنك تدخل مثلا للسيستيم بانكير اللي هو اليوم معنيها في موضوع الشيكات اللي يعطي الشيك متضرر واللي يستقبل الشيك بدون رسيد هذية معنيها متضرر والدولة متضررة لأنها هي تعالج معنيها في الموضوع هذا محاكم تخدم وحبوسات وقضاء وكل شيء لكن في النهاية البنكة اللي هي الأصلية اللي يعطعت معنيها لكرنيت الشيك هذية وفي الأخر طبعة تحرك معنيها طبعة لوكيل الجمهورية تحرك نيب العومية وهي هي فقط هي ما عندها حتى دخل لازم لسيستيم الكل يكون معناها يكون موجود اليوم ما نحكيه مثلا فمإمكاني للتسقيف الشيك أنك معنى الشيك الموظف اللي شهريته معناها متواضع مثلا من الجمش يكون عنده شيك ينجم يكتب فيه اللي حب هو معناها أنه فمتسقيف أنك لازم تراقب معناها الشيك موظف ما ينجم يكون عنده أرزق أخرى ينجم يكون ميراث ينجم يكون شريك في حاجة مع أخويته ينجم معنى عليش يحدوه ولا نربته بشهرية متاعو تنجم لكن فما زل الموظفين اللي ما عندهم شهرية فما موظفين تلقى عنده فما دي كريتير دون فما دي كريتير معيني نجم يكون نربته عليش يحده الأفكار ما قلني شروه هذيك هي اللي بش يتم معناها تطبيقها ليه لوندوسا اليوم نحكي وقال لي فما فوق الاربعين بالمئة من الشيكات المبالغ متاعن تحت ثلاثمائة دينار اليوم هقلانو نحكي على الصان بروفيزيون وإلا المانك دو بروفيزيون مرات انت في الكامت ميتين وتسعين دينار ويدخل شيك في ثلاثمائة دينار بانك ما تغطي لكش انت يا بانك مركز شنو تقترح انت كنظمة اعراف شنو تقترح شنو تقترح شنو تقترح لازم نجمعوهم الكل لانو في النهاية ما لازم نفكروا فقط في اللي اعطاه الشيك وهو صان بروفيزيون ومشي في في مسار قضاء ولي اخذي الشيك وحقه وفلوسه اليوم الحقيقة زيدة فما يمكن برشة وانسا يستنيوا في قلق مش يصير فما معناها عفو كامل وإلا باش يقول لك هاي باش يسامحون في هذوم الكل وحقوق الناس وحقوق الناس معناها اي حل اليوم باش يصير في تونس لازم على الاقل مثلا مشينا في رفع العقوبة السجنية اللي هي معناها مخالفة للقوانين الدولية هو روى المشكل في الشيكات في تونس المشكل الاساسي في طريقة التعامل بالشيك روغالد لأ هو مويند ما نحن نسامل فيه مويند قارنطية متعامل فيه هذا هو مشكلة معنطا في العقليات معنطا كي تقول يقابلنا علماء اجتماع ولا مختصين نجم نسمعك نفهمك من عرش المقاربة لكلها لازمها تتخدم زدها على تغيير العقلية متفهمين تغيير العقلية لازم وقتها اليوم إذا كان نحكي على الاربعمية وحدية شو عليش ناس تقول الاربعمية وحدية شو أنه في العقوبة السجنية لازم تنحي العقوبة السجنية هذي وانا معها في أنه الناس تخاف أنها تدخل للحبس نكو دونك إذا كان مش نحي للعقوبة السجنية شنو قعدت فيه معنى هالهناشيك نكو لا فما فترة انتقالية حتى ألقاونه مهما الطريقة اللي بش يتغير بها القانون أنا ما رأي أنه فما فترة انتقالية بشتاخو أشهر بشتاخو السنوات حتى لي نوصلوا للحالة العادية اللي هي ما فيهش معنىها عقوبة سجنية ولازم نلقاوا دي موين دي بايمان جدد مش معقول اليوم رأي نصلي بايمان في دون سيصيروا بالشيكات يوين الرقمي والوالت كيمة البولدين كيمة جيرين والكارت الدكري دي أنا اليوم رأي نحن مشيش أم بيان بميل دينار يعطي فيها عشر شيكات بمية دينار مثلا إنت اليوم بكانجات الكارت الدكري دي يتكي يعدي الكارت سيبا نربحوا احنا الحكايات هذه كلها والأوراق والشيكات والبريافي والبنوك والسيستام جيديسيار كيف تسمعنا قابل القضاة والمحامين كيف يحكيه رأي شيء شيء كبير والألاف القضايا المحاكم معطلة فقط بقضايا معناها الشيكات هذه والناس كل اللي تعلعصابها في السيستام هذه كله الحقيقة لازمنا نخفوا على رواحنا وستيد لازمنا من الزجمش نحكي على الموضوع هذا من غير ما نعرج على آلاف مؤلفة متوينسة اليوم موجودين في المغرب ولا في ليبيا ولا في تركيا ولا في أوروبا هاربين من موضوع معناها الشيكات قبل ما تصدر فيها معناها الحقيقة أحكام فما عائلات رأي متقطعة فما عائلات فما صغيرات فما معناها اللي هو مش الحل معناها السيد صاحب الشركة هذية ولا المؤسسة صغيرة الإمارات الدولة هي اللي ما خلصتوش خرج الشيكات والدولة ما خلصتوش باشا مقاولين بالضبط السيد قبل ما يخرج فيه معناها بيتقاط التفتيش ولا منع من الصفر خرج معناها من البلاد إيه أنت كيف يخرج هو السيد من البلاد وتلقىها صغر ومنزلوا فيه وحالات معناها اجتماعية تولي خائبة لهو كمل يخدم باش ينجم يخلص ده كوردو والعائلات معناها ولا ليدخل الحبز هذا ما يعنيش اللي فهما برشا متحايلين فهما عباد تخدم في بنوك موازية نقطة أخرى اليوم للأسف الشديد أنت البنكة موجودة لكي مش تتمول لاقتصاد هي البنوك متاعنا اليوم هل أنها بالحق قعدة تتمول معناها في الشركات الصغيرة والكبيرة وإلا لا هوفوما أرقام تقول اللي عشرين بالمئة فقط من المؤسسات الصغيرة ومتوسطة عندهم أكسية للتمويل موزيدا أنا كيف نحل أكسية نحل أكثر معناها البنوك هي اللي يتمول ما يوليش هو صاحب الشركة الصغيرة هذي يمشي يتلز بش يعطي شيكات بش ياخو معناها الديبيان وكل شيء ما يعنيش زيدا أنه طوى الاقتراض من البنك المركز ومن البنوك في تونس طرف الدولة من بين الأسباب اللي خليت معتها البنوك تستسهل التعطي مع الدولة مواش الحقيقة معالجة معنتها نختم معاك حابنا نحكيه شوية على التصنيف الأخير مع أفق سلبية نحكيه شوية على البنك المركزي لكن الوقت قاعد يدهم فينا بعجلة أعطيني تعليقك على التصنيفات الأخيرة فمش كوني يعتبر أنها سياسية نتفق مع أنها تصنيفات هذه سياسية فيها نوع من الضغط على تونس خاصة أنه الرؤية غير واضحة للحصول على القرد الفمية وشوف أنا الحقيقة مانيش معا الأفكار هذين اللي تقول لك أني وكالات الترقيم هذوم ومعناها يعملوا معاك في السيسوك وشي عندهم برشة حاجات الحقيقة قاعدين يرقموا في بلدان العالم الكل والناس هذية الناس محترفة ومعناها وكيف يعطيك لورابور يقول لك عليش أصلا كيف تقر اش نوع الأسباب اللي خليتك اليوم تنزل معناها في الترقيم يقول لك صلح الأسباب معناها اللي موجودة فيها اليوم 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 اقتصاد ما هوش قاعد يخلق في الثروة واليوم قاعدين ما زالنا نعملوا على قطاعات هشة اليوم معناها إذا كان البلاد يوقف وقاعد تقدم مثلا السياحة اليوم رجعت لكن السياحة قطاع هش وشفنا في الكوفيد وربي بعدها في حالة عملية وكذا شنو اللي نجم يصير في البلاد في السياحة هذية قطاع هش لازم البلاد يكون عندها محركات اقتصاد أقوى وهذا بدعم الاستثمار الداخلي بدعم التصدير بدعم الطاقات التونسية بدعم الشباب بدعم الفلاحة في تونس اليوم صابها نحكيه على زوز مليون طن اللي هما يمكن ما يكفيونيش زريعة اللي يمكن ما يكفيونيش بذور لازم الدولة توفر قرابة واحد مليار دولار فقط لشراءات الحبوب العامجي نتوقع بش ناخذه نصل الاتفاق نتوقع بش نصلوا الاتفاق لكن هذا غير كيف غير كيف يراوا اليوم مثلا هناك ينرى الأرقام متاع الفصفات السناء لحقيقة نحط برشا نقاط استفهام لأنه احنا قاعدين نوخروا في إنتاج الفصفات ما نش قاعدين نقدموا وهذا قلنا اللي احنا رأوا فقط نرجعوا للأرقام متاع لالفين وعشرة متاع ثمانية مليون وتسعة مليون طن معناها فصفات هذا الشي رأوا ينجم يربحنا معناها الفرق بين اللي قاعدين ننجوا فيه والفين وعشرة فهم ثلاثة أربع مليار دولار مرتين قد القرض اللي احنا نستنى فيه من عند ليه فهمي معناها الخير تحت سقينا كاتوينسا نجمه احنا نلقاه الحل في تونس ونجمه نقدمه معناها ببلادنا والنقص الدعم على القروضات الخارجية هنا نختم معك بسؤال قاعد يتقال برشا يتم تدوله برشا على صفحات لتواصل الاجتماعي وحتى السياسيين يقولوا فيه انه هذا البرلمان الصلاحيات متاوى محدودة وانه ما ينجم يعمل حد شيء وما يبدل حد شيء البرلمان صلاحياته غير محدودة احنا فقط في نظام سياسي ما هوش كيما النظام اللي كان قايم حسب دستورة الفين واربعتاش كنا في نظام برلماني وين البرلمان هو اللي يحط الحكومة وهو اللي صادق عليها وهو اللي يصوت عليها وزير وزير وهو اللي يحدد السياسات العامة للدولة انت اليوم في نظام وين الرئيس هو اللي يحدد السياسات العامة للدولة وهو اللي يعين رئيس الحكومة رئيس الحكومة معناه يشوف الوزراء ويصادق عليهم معناها الرئيس ولا تتم المصادقة برلمان ما عادية نقطة هذه اللي هي نقطة كبيرة ما هيش نقطة صغيرة رأوا اليوم البرلمان يسائل الحكومة عنده الأسئلة الشفاهية الأسئلة الكتابية نجم يعمل لائحة لهم معناها الحكومة ويطايح الحكومة معناها كريمة ومعناها دوره التشريعي ودوره الرقابي معناها أكيد موجود وهو قاعد يأدي معناها في واجبه في انتظار المجلس الثاني يعني اليوم واللينا خلينا نقوله بزوز غرف الغرفة الأولى المجلس نواب الشعب الغرفة الثانية المجلس الوطني الجهات والأقاليم اللي نتمنى تصير الانتخابات متاعه معناها بسرعة واللي احنا كمجلس النواب باش نحضره للقوانيم تاهم نختم معاك زاداك كيف برايك فيما يخص الأزمة الأخيرة بين النقابات ووزارة التربية ما نصورش كلمة تهمكش تقريبا تهم تونس الكل تهم تونس الكل تهم صغيراتنا وصلت لحكاية معناها العائلاتنا احنا وهذه أزمة موجودة في برصة قطاعات مش كان في التعليم معناها اليوم رأوا الموظف التونسي أبريتول معناها المعلم أو الأستاذ هو المدخول امتاعه هو من وزارة من وزارة التربية معاه غلاقة الأسعار معاه الموظف معناها المعلم اليوم رأوا أصبح مغبون ومن حقه أنه يحكي على المواضيع الشغلية والمادية معناها امتاعه تبقى وضع البلاد صعيب لازم برشا لازم النقص السواء الدولة والوزارة التربية وكيف كيف معناها من نقابات ومنوصلوش الحقيقة للحاجة اللي احنا وصلنا لها حاجة خايبة منع الأعداد ومعناها وصلنا معناها للتلميذ الحقيقة وللعائلة نعتقد أنه كنا النجم ومنوصلوش معناها لهنين إن شاء الله وزارة التربية تستمع أكثر للمعلمين نخرجوا شوية سياسة من الموضوع من الموضوع هذا وإن شاء الله العودة إن شاء الله العودة فهم سياسة في الموضوع نوع جو فاصل الضغير